يوماً بعد يوم يزاد الوضع السياسي في العراق تعقيداً وتأزماً منذ أن فشلت القوى السياسية في حسم الجدل الخاص بتكوين الكتلة البرلمانية الأكبر فأوجد هذا الفشل تحالفين يتصارعان على تسمية كل منهما بالكتلة الأكبر وصاحبة الأحقية في تسمية رئيس الحكومة الجديد ومن هنا يتواجه التحالفان بشأن شكل الحكومة التي طال انتظارها فتحالف الصدر يصر على ضرورة أن تكون الحكومة الجديدة حكومة أغلبية تتشكل من الأحزاب الفائزة بنتائج الانتخابات وفي المقابل يرى الإطار التنسيقي ضرورة أن تكون الحكومة قائمة على قاعدة التوافق السياسي على غرار الدورات الانتخابية السابقة مراقبون رشحوا مجموعة بداء لهذا الانسداد السياسي أولها يشير إلى الإبقاء على الحكومة الحالية قائمة تتولى مهمها في تسيير الأعمال وأما البديل الثاني والذي عد ضعيفا ومستبعدا يشير إلى احتمالية نجاح الإطار التنسيقي في تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر خلال مهلة الأربعين يوما التي منح صدر والتي تنتهي في التاسع من أيار المقبل فيما أشار البديل الثالث إلى حل البرلمان لنفسه ودعمت الرئيس الحكومة إلى إجراء انتخابات مبكرة خلال ستين يوما مشهد والانسداد السياسي في العراق بمعضلاته السياسية الحالية يدفع نحو منعطفات خطيرة نتيجة الصراع المحتدم بين القوى بأحزابها وميليشياتها مشهد أصبح واقعا في العراق بعد عام 2003 دافعا نحو مزيد من التعقيد والتأزم